المواجهة الاخيرة بين رمضان صبحي ومحمود الخطيب ليه بقولك المواجهة الاخيرة عشان دي اخر محاولة تم فيها الاتفاق ما بين اكرامي حمى رمضان صبحي وما بين رمضان انه يعمل هذه المحاولة مع محمود الخطيب قبل انتقاله الى نادي الزمالك لان احنا كلنا متفقين وعارفين ومؤكدين ان رمضان خلص مع برامدز وان هما كل العروض اللي قاله هاله هو رايح الزمالك في خلال الانتقالات القادمة في شهر خمسة او في شهر ست ايه الحكاية وايه الموضوع هقولك الحكاية محسن صالح المشرف على القطاع الرياضي في النادي الاهلي تلقى اتصال تليفوني من اكرامي حمى رمضان صبحي بيقوله يا كابتن محسن رمضان ما زال متشبس ونفسه يرجع النادي الاهلي معتزرا ويبكي ويندم على الموقف اللي حصل لما راح برامدز وثاب النادي الاهلي وهو ابن النادي فيرات يا كابتن نحاول نشوف اي طريقة علشان رمضان مايروحش الزمالك والناس تزعل منه اكتر او تقلب عليه وتحديدا الاهلوية لانه هو خلاص عاوز يعمل المحاولة دي قبل ما يتمم موضوع انتقاله النادي الزمالك رد الكابتن محسن على الكابتن اكرامي حمى رمضان صبحي وقال له يا كابتن اكرامي كابتن بيبو محمود الخطيب هذا الموضوع مغلق معاه علشان بيقول في نقاشاتنا اللي بتتم ان انا مش قادر انسى ان رمضان نزل من عندي من بيتي راح على في الوقت اللي انتقال اياها بتاعت التموح اللي كان مراضفها الملايين اللي هو اخدها ومحمود الخطيب مش قادر ينسى ازاي تبقى نازل من بيتي ومتفقين على شكل او اخر في الكلام ولاقيك في نفسي ذات اليوم تطلع على هو مش قادر ينسى الحكاية دي يا كابتن اكرامي فما تحطناش في احراج اكرامي طبعا عشان الموضوع مهم جدا بالنسبة له ويفرق جدا معاه ومع رمضان لو حصل فعلا ورجع رمضان صبحي للنادي الاهلي قال له بص رمضان كابتن بيبو انا معاشره من السبعينات والتمانينات وحنا بنلعب كرة مع بعض شخصية جميلة وطيبة وعمره ما بيكسف حده قال له يعني اياه كابتن قال له يعني انا رأيي دلوقتي وحنا دخلين على ايام مباركة وشهر رمضان قرب ابعت لمحمود الخطيب رسالة في اول مواجهة بينك وبينه على التليفون بالواتساب وقول له كابتن انا ببعتلك هنا وبستأذنك ان انا عاوز اطلبك على التليفون علشان اعتذلك وعاوز اتكلم معك بيبو ما بيكسفش اي حد ومعروف عن طبيعته اي حد بيكلم محمود الخطيب او مع رقم تليفونه لو حد ما يعرفوش وبعت له اي رسالة بيرد عليه سواء باموشا بكلام مختصر بس المهم انه ما بيكسفش اي حد لندي طبيعة شخصيته في محاولة من اكرام انه يقنع رمضان انه لما يعمل كده في كل حال من الاحوال هيبقى في رد فعل من محمود الخطيب ربما يكون ايجابي او بيوارب الباب لفكرة رجوع رمضان او حتى النقاش مع رمضان في فكرة الرجوع للنادي الاه طبعا مفوض رمضان خد النصيحة من حماية اللي هو كابتن اكرامي وبصدد انه يعمل هذه الرسالة وهذه المكالمة طبعا ده كلام طبعا من مصادر موسوك منها ومقربة الدي تلزي دي عمرها ما تتقال كده كلام هابدي يعني ومفوض انه يحصل الكلام ده في خلال اليومين دول او في دخلة رمضان عشان يبقى رمضان كريم بقى على رمضان صبحي لو الموضوع فعلا هلافق من حيث المبدأ وازاب جبل التلج يعني فربما انه ده اللي هيحصل في الفترة اللي جاية لو رمضان بعت لمحمود الخطيف في اول مواجهة بينهم معتزرا في محاولة اخيرة قبل ذهابه النادي الزمالك فنفسه انه هو يرجع تاني كابن النادي بعد كل اللي حصل طبعا على الجانب الاخر ورمضان بيعمل كده محدش ده من ردود الافعال وان كان تاريخ النادي الاهلي بيحكي عن نفسه في المثل النوعية دي من الاختلافات مع اي نجوم مهما كان اسمه عشان ترجع تاني حتى لو بكيت بدل الدموع دم او 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 هنشوف لان طبعا في دنيا الاحتراف والانتقالات القواعد بتتغير ما فيش سوابت يا جماعة في كرت القدم والاحتراف ما فيش سوابت وكلكم شفتم وناس كتير دلوقتي من اللي هتشوف الفيديو اللي هتقول لك ايو انت ناس امام عشور عملية وبعدين اهلي خدوا الكلام اللي بيقولوا سواء الاهلوية او الزمالكوية لكن الموضوع على الاقل كان ده مهم ان احنا نقول الابديت بتاعه ما بين مواجهة الخطيب ورمضان صبحي قبل ما اختم الفيديو استوقفني بوست كده مهم حطه مؤمن زكريا على صفحيته الرسمية على الفيسبوك في رسالة تضامن مباشرة وواضحة لكولر مدرب النادي الاهلي والمدير الفني بيقول له الفولت العالي يا كولر ازاي يبقى رقم ثلاثة في اشارة منه ان ازاي محمود كهربا يعلن صراحة كولر مدير الفني النادي الاهلي انه اصبح عنده في ترتيب المهاجمين رقم ثلاثة بعد مودست وان مودست بدأ يتحسن وبيعمل اسستاته اللي بيجيب اجوان فمحمود كهربا لقى رسالة دعم من مؤمن زكريا ان هو ازاي ان هو كان عامل كل الموسم اللي فات دوت بشكل كويس يصبح بقدرة ادرب بعد اخلاف فرح اخته اللي قلت لكم عليه قبل كده في فيديو ما عند حضراتكم ان هو المهاجم رقم ثلاثة وان لسه المشاكل بينه وبين كولر اه موجودة فبالتالي دي طبعا مش احسن حاجة خصوصا كمان بعد ما كهربا المفروض انه نفسيا لما سدد السبعين ولا الخمسة وسبعين مليون لنادي الزمالك ان الامور تهدى شوية ويبدأ يلاقي النفس مساحة نفسية يرجع بقى الملعب ويدوس ويلعب وكولر يعتمد عليه وكلنا شايفين خلاص الادوار الجاية في بطولة افريكا او حتى الدور المصري يعتمد على اه كهربا خصوصا ان مودست شينة بين الغات اللحظة دي لرغم اي اداء بيقدموا في فترة دي ناس كتير جدا مشكرنوا بكهربا مؤمن زكريا دعم كهربا صاحبه وحبيبه بس السؤال الاهم يا ترى كولر فعلا هيرجع يعتمد على كهربا ولا لا ده اللي احنا هنشوفه في الفترة اللي اشتركوا في القناة